ينفع بس نشوف فيديو صغير كده لكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق وحديث ليه قبل المباراة وفيديو منتشر على السوشيال ميديا تعالوا نشوفه ونرجع نعلى علينا يعني كابتن ميدو قبل المباراة ده فيديو منتشر لي بتكلم على أن الأهل فرق 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 يعني فأنا عايز أعرفهم لو الأهل فرق مليانة كان إيه اللي حصل رجالة النادي الأهل يا جماعة دايما ما تردش غير في الملعب يعني أيا كان آه كابتن ميدو أصلا إعلامي دلوقتي في قناة محايدة مش من الطبيعي أن أنت تشوف فيديوهات زي كده الإعلامي في قناة محايدة لكن في كل أحوالها وفي الأول في الآخر زي ملكاو ما فيش أي مشكلة أو حاجة تحترم يعني لكن التقليل من النادي الأهلي والثقة الزي ده أو اللي كانت عند جماهير الزمالك واللي كانت عند فرير والتصراحات اللي كانت متشابهة مما سؤولي نادي الزمالك وكمان من ومن ومن تمام تباين لك قد إيه كان فيه قلق كبير جدا جدا عند فريق نادي الزمالك الفريق المحترم والفريق الكبير ما يضحش نقلل منه إحنا غير إحنا غير ما بنقللش من حد لكن هنا السؤال لو الأهلي يا كابتن ميدو كان فرقة مليانة كان إيه اللي ممكن يحصل أكتر من كده الأهلي كسب الماتش عن جدار واستحقاق وأداء مبهر طول المباراة بتاكتك عالي جدا بتركيز مميز من كولر اللي ركز في الماتش وفي التفاصيل وفي التسعين دقيقة واللي قدر يخرج بنتيجة مميزة جدا 2-0 واللي ساهم من خلال تغييرات وفوز النادي الأهلي من نتيجة 2-0 واللي عمل كل حاجة اللي عمل كل حاجة الفرقة الفاضية اللي هي النادي الأهلي تبقى اللي شايفه الكابتن أحمد حسين ميدو تمام مسكت الزمالك في الماتش كسبته كسبت الزمالك 2-0 وفازت ببطولة بطولة السوبر في بطولة خاصة اللي هي الكمة ده طبيعي جدا وفي بطولة اللي هي بتاعت المباراة دي بالتحديد بطولة السوبر فالأهلي قدر ان هو يفوز عن جدار واستحقاق الفرقة الفاضية اللي لو كانت مليانة ما عرفش كان ايه كمان ممكن يحصل في الملعب مع كامل الاحترام والتقدير للجميع بس كان لازم نعلق على فيديو الكابتن أحمد حسين ميدو لعب نادي الزمالك السابق والنجم طبعا اللي كان محترف في أوروبا واللي شرف الكرة المصرية بكل تأكيد موسيقى